اشتركوا في القناة على رأسها تنويع مصادر الدخل والاعتماد على قطاعات وعيدة التفاصيل في سياق التقرير التالي منذ إقرار ميثاق العمل الوطني قبل 15 عاما والبحرين تتبوأ مراكز متقدمة في كافة المؤشرات الاقتصادية الدولية دليل دامغ على الانطلاق الصحيح وفق أسس الحرية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل إضافة إلى تهيئة المزيد من الفرص للكفاءات الوطنية الشابة فالاقتصاد اليوم في البحرين الحمد لله اقتصاد قوي على شح موارد مملكة البحرين ولكن نسبية اقتصاد قوي إجمال الناتج المحلي اليوم واصل عندنا ما يقارب 13 مليار دينار سنويا وإن شاء الله إذا الأجواء الاقتصادية في العالم ككل تحسن فهذا الرغم بيرتفع وبنكون حالة أحسن فمن الملكة البحرين هي تستخطب الاستثمارات من جميع نحو العالم في ظل موجة التقشف التي تمر بها المنطقة ما يزال ميثاق العمل الوطني بمثابة خارطة طريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا استطاعت من خلاله المملكة تقديم الدعم لصناعات ذات القيمة المضافة العالية كالمعلومات والخدمات والسياحة لتساهم في تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة لو نظرنا شوي بعمق أكثر عندنا في البحرين ما يسمى الإمكانيات اللي ممكن نستفيد من هالمجالات بشكل أسرع وأشمل إلا أن تحتاج إلى فترة ما هي سريعة إلى درجة أن تبتدي اليوم وبكرة تشوف النتائج لا الآن بدأنا في مجالات السياحة ولازم نركز لأن هي السياحة تحتاج إلى مقومات جزء من المقومات موجودة وجزء الآخر ستحتاج أن ننجزها وإنجاز الجزء الغير متوفر تحتاج إلى فترة وتحتاج إلى موارد مالية في نفس الواقع كبح جماح التضخم الحفاظ على معدل بطالة منخفض التحول إلى مركز مالي وسياحي وصناعي جاذب للاستثمارات الحفاظ على معدل رفاهية مرتفع للمواطنين جميعها ثوابت اقتصادية تحرص الحكومة على عدم تغييرها قيد أنملة جعلت المكتسبات الوطنية نصب أعينها لمستقبل أكثر إشراقاً لكل بحريني وبحرينية ومن جانبه أشاد الدكتور ماهر الشاعر رئيس تنفيذي لديار المحرق بتشريعات الاقتصادية التي أقرتها حكومة البحرين بالاستناد إلى الدستور والميثاق على سوق العمل من حيث حرية انتقال رؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادية أمام المشروعات الاستثمارية الكبرى في البحرين طبعاً تغييرات أثرت تأثير إيجابي شامل لاستقطاب جميع الرؤوس الأموال البحرينية والخليجية والأجنبية طبعاً منها التأثيرات اللي هو العقارات وتأثيرات الرؤوس الأموال في الاستثمارات المالية فلا شك أن أثرت تأثير إيجابي للناتج المحلي في نفس الوقت في بورصة البحرين أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بارتفاع وقدره 18 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون وثلاثمائة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثين سهماً بقيمة إجمالية قدرها تسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال واحد وثلاثين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته واحد وتسعون بالمئة من القيمة الإجمالية للأسهم